بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أرسل لي بعض الإخوة سؤالا يسألني فيه عن كتاب مناهل العرفان للشيخ الزرقاني رحمه الله فأحببت أن أفرده بتسجيل خاص ليضاف إلى قصة كتاب وهو برنامج قديم لنا ربما توقفنا عنه فترة من الزمن كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ العالم الجليل الأزهري الزرقاني وهو من أوائل بل هو أول من كتب في علوم القرآن في العصر الحديث علوم القرآن كانت هناك كتب كثيرة كتبت نضج هذا العلم تقريبا في عصر الإمام الزركشي تم نضجه في عصر الإمام الزركشي وتكاملت أركانه في عصر الإمام السيوطي وإن كانت بداياته ربما كانت مع بدايات التفسير حيث كان هذا العلم مقدمة تذكر في مقدمات كتب التفسير بدءا من الإمام الطبري حيث يتحدثون فيها عن الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وأشياء من هذا القبيل فكانت علوم القرآن موزعة مفرقة في الكتب فربما وجدت شيئا منها في كتب التفسير من علم الحديث ككتاب التفسير للإمام البخاري وربما وجدت عالم من العلماء صنف في فن من فنون القرآن كالعلماء الذين صنفوا في المجاز أو العلماء الذين صنفوا في الناسخ والمنسوخ أو العلماء الذين صنفوا في أحكام القرآن وهم كثر وفي عصور متعددة علوم القرآن كعلم قائم بذاته ولقب أطلق على هذا العلم كان في عصر سابق ليس في هذا الزمان وليس في عصر السيوطي ولا الزركشي وجدنا كلمة علوم القرآن في مصنفات مثل الإمام ابن الجوزي له كتاب اسم فنون الأفنان في علوم القرآن والكتب كثيرة الحقيقة يعني بالضبط من هو أول من صنف في هذا العلم بشكله النهائي هنا يعني ربما تجد اختلافا في وجهات النظر ولكن هذا العلم بمعنى لقب قائم على علم قائم بذاته هو العلم الذي يدرسه القرآن العظيم من حيث نزوله وآياته وترتيبه وصوره وناسخه ومنسوخه وأحكامه وكل ما يتعلق به هذا العلم قد نضج قلت في عصر الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن ثم جاء الإمام السيوطي واطلع على ما كتب الزركشي وزاد عليه قمت العبد الفقير بدراسة ميدانية حيث وضعت بين يدي كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي ووضعت في اليد الأخرى طبعا مجازا ليس يد هنا ويد هنا إنما أمامي يعني ووضعت في الطرف الآخر كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي وفي الوقت ذاته وضعت كتاب مناهل العرفان لأنه أول كتاب صنف في هذا العصر بعد المطبعة بعد الالتقاء بالغرب بعد دخول الاستعمار بعد هجمة الاستشراق أول كتاب صنف في علوم القرآن في هذه المرحلة هو مناهل العرفان للعلامة الزرقاني مزيت هذا الكتاب أنه أخذ كلام السابقين واستفاد كثيرا من الشيخين وصاغ الكلام بطريقة عصرية تناسب عصره وتناسب الطريقة التي كانت في الأزهر الشريف فالشيخ رحمه الله ورضي الله عنه من كبار علماء الأزهر الشريف وقد قام بسد الفراغ بكتابه هذا كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن المادة العلمية قلت مأخوذة من السيوطي والزركشي مع إضافات وزيادات وتحرير وتقديم وتأخير وتحقيق مسألة أدخل فيها العلوم الأزهرية ولسيما العلوم الصناعية التي تهتم بتحرير الألفاظ والتعريفات ودقة التعريفات وهل هي جامعة مانعة أم ليس كذلك كذلك قام بالترتيب والتبويب بشكل علم منهجي يناسب الدراسة الأكاديمية كذلك وهذا هو الجانب الأهم قام الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه بالتصدي لشبهات المستشرقين وقد كانت الحملة شعواء آنذاك على القرآن وعلومه في تلك الأيام طبع كتاب المستشرق النمسوي على ما أذكر نمسوي جولد زيهر وهو يهودي كان واسع العلوم ولكنه كان شديد طعن بعلوم الإسلام ويبدو أن الرجل عنده احتقان شديد ضد الدين لم يكن موضوعيا أبدا وإن كان واسع العلوم فقد حدثني بعض الأزهريين من طلابنا حيث سمع من شيوخه الكبار أن الرجل كان يجلس في الجامع الأزهر ويضع على رأسه العمامة الأزهرية ويضع هذا الجبة ويجلس وهو يهودي معروف ليس سرا يعني فالناس يسألونه في دقائق الأمور في الكتب في أشياء فكان يجيب فقد كان واسع العلم ولكن استخدم علومه هذه جميعا للطعن في دين الإسلام وغيره من المستشرقين وشاعت وانتشرت آنذاك فقام الإمام الزرقاني رحمه الله ورضي الله عنه بالانتباه لهذا الجانب وبسد الفراغ وبسد الخلة في هذا الباب حيث بيّن الحقائق التي أغفلها المستشرقون يأتون بأشياء وروايات موجودة في السنة لكن هذه الروايات الموجودة في السنة لا تفهم بهذه الطريقة تفهم وفق منهجية المسلمين في النظر ما هي منهجية المسلمين في النظر أعطيكم مثالا صارخا على هذا وقد شاع هذا المثال واستشكله كثير من الأغرار ممن لا يعرف العلوم الإسلامية قال انظر هذا مثلا عبد الله بن مسعود عنده مصحف ومصحفه ليس فيه المعوذتين وليس فيه الإخلاص وفيه دعاء الثناء أو دعاء القنوط لاحظ إذن المصحف فيه اختلاف وأنتم تقولون إن القرآن محفوظ فكيف يكون محفوظ ثم يحصل ما حصل فيأتي الإمام الزرقاني يبين بمنهجية العلماء وعلا سيما علماء الأزهر الشريف أن هناك خلل في هذه القضية ما هذا الخلل؟ أن هذه القصص التي ترويها هي أخبار آحد أنه ابن مسعود فعله وترك ولكن الرواية المتواترة عن ابن مسعود هي ما رواها حفص عن عاصم وحفص عن عاصم قراءة متواترة تنتهي لابن مسعود فبن مسعود روي عنه المصحف الذي بين أيدينا بأسناد متواتر ورويت عنه أخبار قيل وقال فماذا نفعل المتواتر والثاني يلغو أو يؤول يؤول أن هذه محفوظة بالنسبة له فما كتبها وهذا أمر يسير والثانية يراها شيئا مهما جدا فكتبها في المصحف لأن النسخة شخصية لذلك أخرق عثمان المصاحف الحقيقة قام بجمع هذه الشبهات التي أثارها المستشقون ورد عليها بأسلوب علم متين رصين لذلك أنصح طالب العلم ولاسيما طالب الدراسات العليا بالاهتمام بهذا الكتاب والقراءة رحم الله هذا المؤلف الجليل وأخو دعوانا عن الحمد لله رب العالمين